ننتقل إلى جدة ومراسلنا من عروس البحر الأحمر عبدالله بن شهران وبنتكلم عن أبطال السباحة الناشئين عبدالله صباح الخير ويا أهلا وسهلا وكيف بس في البداية الطقس عندكم جدة صباح الخير يا عبدالله هلو سهلا عبدالله هلو سهلا سهلا وسهلا واسعد الله صباحكم بكل خير عاد اليوم خميس وجوانا في جدة جدا جميلة يعني تصل درجة الحرارة حاليا 23 وطبعا برضو حتى في الليل يعني الأجواء دائما تكون باردة ودائما عاد يكون يوم الخميس بشيء ثاني وله طعم دائما جميل طبعا طيب أبطال السباحة الناشئين يعني ش عندك تغطي عنهم نعم طبعا أبطال السباحة للناشئين حصل لو أي وكمان سليمان على عدة جوائز في مشاركة في بطولة في نادي الوحدة التي قيمت يعني مع مجموعة من الأندية السعودية في السباحة في نادي الوحدة طبعا حصل لو أي واخوه كمان سليمان على عدة جوائز وراح ندردش معهم ونشوف إش أبرز الجوائز اللي حصلوا عليها في نادي الوحدة وهم أساسا الطلاب وأيضا مشاركين ولعيبة في نادي الاتحاد في البداية أسعد الله صباحكم كل خير كلمنا سليمان في البداية عن بدايتك في مشاركة السباح طبعا بدايتي كانت كل بفضل أبوي وأمي هم اللي نصحوني على ذلك الشيء وودوني في مجال الرياضة الصباحة طيب أسليمان من اللي دعمك بالبداية يعني ومن متى هذه هواية الصباحة موجودة عندك اللي دعمني في الصباحة أبوي وأمي ومن متى هذه الهواية الموجودة عندك؟ تقريبا من سنتين لما اندخلت النادي جميل تعطيك العافية بس سؤالي خير يعني وش الطموحات المستقبلية؟ طموحاتي أني أشارك بطولة باسم المملكة العربية السعودية لنادي السباحة طيب أقول للمشاهدين أني قلت لي السر قبل الهواء طموحاتك الثانية اش راح تتصير؟ اعلامي اعلامي صحفي ولا مقدم برامج ولا مراسل؟ صحفي صحفي الله يوفك إن شاء الله أعطيك العافية سليمان تمنياتي لك بالتوفيق وكمان عندنا أخوها لؤي في البداية كيف حالك؟ طيب طيب في كاميرا كذا وقل لنا يا لؤي كيف شفت مصابقة السباحة اللي أنت فزت فيها وما شاء الله يعني حصلت على عدة ميداليات كيف شفت هذه المصابقة؟ والله شفتها ممتعة وشوية صعبة عليها صعبة بس الحمد لله يعني مع التمرين المكثف كل شي صار سهل وما شاء الله أنت اليوم حصلت على الجوائز متى كرمت متى يعني أخذت هذه الجوائز والميداليات؟ يوم الجمعة أخذت واحدة ذهبية وفضية وبعد السبت أخذت واحدة برنزية جميل طيب اش تقول يعني للأشخاص وكمان اللي في عمرك اش تقول لهم نصيحة؟ نصيحة أول شي كمل دراستكم واهتموا فيها والرياضة شي مهم الجسر على الشخص يعطيك العافية لو أي ويعطيك العافية سليمان أيضا مشاهدين الكرام يقف بجانبي الأب والوالد فهد بن عدل الله أسعد الله صباحك بكل خير أستاذ فهد في البداية كلمنا عن كيف أنت حفزتهم وبثيت فيهم روح المنافسة وروح الثقة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ابنائنا من الصغر من قبل سنتين تحديدا شجعتهم على اختيار رياضة وسجلهم في النادي اللي أحب بينه وكان أقرب نادي لنا طبعا نادي الاتحاد واللالحم سجلتهم فيه واختاروا لرياضة السباحة ومن وقتهم ومن ضبطين وخلال سنتين الحمد لله بالانضباط والعمل والجهد والتضحية الحمد لله ابنائي حصلوا اليوم على الجوائز والقادم إن شاء الله أفضل لهم الله أفككم جميعا ولكن يا أخي فهد كيف كان انطباعات الوأل أمهم وكمان الأقارب محصولهم على جوائز عدة؟ أكيد طبعا بلا شك أنهم فرحوا لهم كثير واهتمام أمهم طبعا الوالدة أمهم اتمامهم كثير في البيت تنظيم الوقت النوم مبكر الاهتمام ووضع الأولويات الدراسة أولا بعدين اخترت لهم النشاط والسباحة أتى ثانيا والتحفيظ والله الحمد بعد صلاة المغرب طبعا والنوم المبكر استعدادا اليوم الجديد وهذا نظامهم أسبوعيا على مدى الأيام خمسة أيام في الأسبوع السؤال الأخير لك يعني وش النصيح لتقدمها للأباء في بثة روحة المنافسة؟ طبعا الاهتمام بالأبناء تجيئ على أبناء تحفيزهم خلي ابناء بنفسه خلي اختار النشاط بجانب الدراسة الأشياء اللي يحبه هو وسجل سواء سباحة سواء كرة قدم سواء كرتين اللي يحبه والتوفيق لهم جميعا عافية لك فهد كان معاي مجموعة من أبناء فهد من عبدالله ابنهم لؤي وأيضا سليمان حصلوا عدة جوائز في نادي الاتحاد فأنا متوفيق بإذن الله تعالى وأنتقل لكم عبدالله وصارح يعطيك العافية كنت معنا عبدالله بن شهران من جدة شكرا عبدالله